مشاهدين أشار وزير الخارجية الأمريكي أو بيان الخارجية قبل قليل الأمريكية تحدث عن إعلان الحثيين إرهابيين عالميين وأن ما يقومون به جنوب البحر الأحمر هو تعريف حرفي لما هي الإرهاب حول كل ذلك أرحب بضيوفي في الستوديو الكاتب الصحفي اليمنية سيد وديع منصور من الرياض أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك في صعود الدكتور علي العنزي ومن واشنغتون المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية سيد أندرو تابلر أهلا بكم ضيوفي أبدأ معك سيد منصور بداية ما هو الهدف من هذه الخطوة تصرفات الحوثي وإن كانت مضبوطة قليلا في الفترة الأخيرة لكنها لم تختلف كثيرا عن السلوك المعهود من استهداف السفن والملاحة الدولية بالتالي ما هو هدف واشنغتون من هذا الإعلام طبعا إدارة بايدن كانت واضحا بعد تولي بايدن الإدارة خلفا يعني بعد ما جاء بعد ترام أنه لأسباب إنسانية استبعد ضم الحوثيين لقائمة الإرهاب الأمريكية ولكن حقق الحوثيون حققوا خلال الفترة الماضية مكاسب إلا أن التطورات التي صارت في البحر الأحمر للأسف يعني فاقت أي نوع من المرونة تجاهها وبالتالي الآن المتوقع أن المكاسب التي حققتها هذه الجماعة ستفقدها بعد أن تم تصنيفها جماعة إرهابية يعني استوفى الحوثيون استوفوا بخطوة مهاجمة الممرات المائية يعني وضعهم بالكامل في قائمة الإرهاب وهذه خطوة أولية هناك توقع أنه تتوسع الخسارات الحوثيين تبعا سيد تابلر هذه الخطوة الأمريكية هذا الإعلان الأخير بإعادة الحوثيين إلى القائمة التي تصنفهم إرهابيين كيف تنظر لها؟ ولا تعتقد أنها ستعيد مرة أخرى التساؤلات حول المعايير الأمريكية في التعامل مع الملفات الهامة في المنطقة يعني الحوثي رفع من القائمة دون استشارة دول المنطقة التي تضررت كثيرا منه وأعيد إليها الآن فقط لاستهدافه القوات الأمريكية والملاحة الدولية والتجارة الدولية هذا سؤال وجيه جدا أولا أعتقد أنها كانت قضية حملة الانتخابية الرئيس بايدن جاء وبريت مكورغ وأخرون أرادوا أن يفعلوا عكس ما فعله ترامب في المنطقة اعتقدوا أن الحوثيين لم يكونوا مثلا وكلاء لإيران وأن ترامب كان يجمعهم كلهم كشيء واحد وأن علينا أن نتخذ موقفا مختلفا الحوثيون بكل تأكيد منظمة وهم أيضا مع الإيرانيين ويتفقون معهم وخاصة في موضوع غزة وهذا أدى الآن إلى أعادة تصنيف الحوثيين مرة أخرى كمنظمة إرهابية وأيضا ستكون هناك طبعا أدوات اقتصادية لردع الحوثيين وأيضا لمواجهة الحوثيين ولكن لا نعرف كيف ستسير الأمور بعد هذا بكل تأكيد والأمور ترتبط بما حدث اليوم دكتور لعنيزي دوما أهلا بك معنا على سكاين نيوز عربية كيف تنظر اليوم إلى هذه الخطوة الأمريكية وكيف ستكون إنعكاساتها السياسية على الصعيد الأقليمي بداية شكرا على استضافة طبعا بدون شك طبعا هذه تظهر مدى ارتباك إدارة بايدن تجاه سياستها في المنطقة في بداية الإدارة قامت برفع الجماعة الحوثيين من قائمة الإرهاب الآن تناقش أو اتخذت القرار بالنسبة لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بالنسبة للولايات المتحدة هذا دليل على ارتباك هذه الإدارة التي تعاني من ارتباك في سياستها تجاه المنطقة وسبب هذا الارتباك هو عدم التنسيق مع الأصدقاء والشركاء في المنطقة وهذا دائما هو سمة إدارة بايدن تجاه سياستها في الشرق الأوسط أعتقد أن عكاسها دول المنطقة منذ البداية دعت إلى التهدئة ودعت إلى ضبط النفس ودعت إلى أن تكون الممرات المائية الدولية من قبل أن تقوم أزمة غزة أو ما يحصل في غزة أن تكون هذه الممرات آمنة وسالكة للتجارة الدولية وعندما كانت تنادي هذه الدول بهذه المطالب لم تصغي الولايات المتحدة لمطالب الأصدقاء والشركاء في المنطقة اليوم عندما تتضرر أو بمعنى يمكن أن تكون هناك أهداف للإدارة الأمريكية هل هي أهداف انتخابية هل هي أهداف استراتيجية لا نعرف تقوم باتخاذ مثل هذه الإجراءات أولا تصنيف الجماعة كقائمة إرهاب هذا تصنيف أمريكي ليس تصنيف دولي يعني بمعنى أن كثير من الدول لن تلتزم بهذا التصنيف كدول أخرى لها فاعلية مثل روسيا والصين النقطة المهمة في هذا الإطار أنا أعتقد على الإدارة الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأصدقاء والشركاء في المنطقة واستقرار الممرات المائية في المنطقة وأن تعود إلى المشكلة الرئيسية في المنطقة التي تولد هذه المشاكل وهي مشكلة القضية الفلسطينية كما دعت كل دول المنطقة يعني الإدارة الأمريكية يجب أن تنخرط لوقف القتال في غزة حتى لا تعطي أي مبررات لأي جهة باستخدام هذه النقطة في استهداف سواء الممرات أو غيرها أنا أعتقد على الإدارة الأمريكية أن تكون واضحة في سياستها وفي استراتيجيتها تجاه الشرق الأوسط سيد منصور قبل قليل أشرت إلى نقطة وهم جدا أن الإدارة الأمريكية كانت مترددة في التعامل مع الحوثيين ضمن ما يقال أنه حتى تردد في السياسة الخارجية ككل تجاه الشرق الأوسط والتعامل مع ملف إيران بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى أي درجة استفاد الحوثي من رفعه من التصنيف خلال السنوات الأخيرة من حيث القدرات وصول الأسلحة إليه إدخال الأسلحة وغيرها أيضا مما كان من ثمار لهذا الرفع استفاد كثيرا من هذا الموقف الأمريكي اللي وصفه ضيفك في السعودية من أنه في ارتباك من إدارة بايدن يبقى السؤال المهم طبعا أجبتك أنه استفاد الكل يعرف أنه استفاد لكن يبقى السؤال المهم هل هذه الخطوة الأمريكية كافية اللي هو وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب الإرهابيين عالميين هل تكفي؟ الجواب هو لا يعني بشكل واضح لن تكفي وهناك نماده يجعل العقوبات وما تغيرتش يعني طبعا لو استحضرنا اللي مضى التحالف العربي خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدلوا جهد كبير لكي لا تصل الأمور إلى هذا الحد ولكن كانت هناك حسابات أمريكية بريطانية يعني التحالف العربي كان على بعض خطوات بسيطة من حسن مسألة الحديدة حسن معركة الحديدة وتم إطلاق مسارات أممية دولية في استوكهولم لإيقاف هذه التقدمات لأشرعية بدعم من التحالف بالتالي ماذا كانت الحسابات وقتها؟ الآن كل الصواريخ وعمليات الاستهداف تنطلق من الحديدة طبعا على وجهة دقة لا استطيعنا أن أقول إيش كانت الأهداف بحسب ما حدث لاحقا في هذا الملف ولكن كان خط أحمر بالنسبة للتحالف من الحديدة مثل ما صنعها تردد بأن الأمريكان أوعزوا للقوات الشرعية والتحالف أنه انسوا صنعها وما إلى ذلك من أمور ولكن اتضح لاحقا أنه هذه كانت كلفتها كبيرة البحر الأحمر حتى موضوع غزة إذا لم يكن هناك موضوع غزة لكان الحوثيون بيختلقوا مشكلة أخرى وكل اللي يدفع ضريبتها سكان البوسطاء الملايين في ظل أزمة عالمية متنامية للأسف الإدارة الأمريكية إدارة بايدن بعدما تحققت إنجازات معينة من ضمنها كان مثلا أربعة أو خمسة كيلو على وشك السلاء على ميناء الحديدة من قبضة الحوثيين صحيح طلعوا لنا في ستوكهولم والستوكهولم خطوة فاشلة وأضرت كثيرا بالجهود التي كانت قائمة الآن تريد الإدارة الأمريكية إدارة بايدن أن تعوض كما يقال في اللغة الإنجليزية too little too late هل هي لأغراض انتخابية؟ ما عارف يمكن الضيف اللي في أمريكا يستطيع أن يجيب على ذلك ولكن للمرة الثانية هل تكفي هذه الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة؟ وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب الجواب هو لا لا تكفي سيد تابلر كيف ترد على ذلك؟ بحسب ضيفي وعدة قراءات كذلك الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثي كانت محدودة للغاية والآن هذه الخطوة لن تغير شيئا من السلوك الحوثي بالتالي ماذا وراء الحسابات الأمريكية من هذا الإعلان؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة ينفد لديها مثلا الصواريخ والقدرات سواء استطاعت أن تردع أو تقلل الهجمات الحوثية نعم نعم هي لم توقفهم الآن لكن هناك الكثير من الأهداف أعتقد بأنها قد قضت ربما على 30% من قدرات الحوثية وهناك الكثير أيضا مما يمكن تدميره ولكن نحن الآن في المنحة التصعيدي وسيكون مثل الاهتمام أن نرى النقطة التي سيتوقف فيها الحوثيون أم أنهم سيذهبون إلى أبعاد مطاف وما هي الخيارات الأمريكية لتعامل مع الحوثي عفوا في ظل ما يقال أنها عراقيل كبرى أهمها العمى الاستخبارات في الملف اليمني في ملف الحوثي تحديدا نعم في غياب الاستخبارات فطبعا السلوك في اليمن أو في أي منطقة أخرى إذا كان هذا يتغير بالعمل العسكري هذا فقط يكون فعالا إذا كانت هناك استخبارات ومعلومات ربما هم يريدون أن فقط أن يحفز الحوثيين على أن لا يهاجم السفن ولكن هذا لم يكن كافيا وأظن أن إدارة بايدن تحسب جيدا ما سيكون كافيا بناء على تطورات الوضع وتطورات الحوثيين وكيف سيزيد ذلك حتى من الصلاحيات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في ظل القراءات الآن التي تقول أن هناك إطلاق يد أكبر سيحدث بالنسبة لواشنغتون في جنوب البحر الأحمر ولكن قبلا كيف تنظر الآن سيد العنزي إلى التقاطعات الإقليمية الواضحة في الملف اليمني في التعامل حتى إقليميا مع جماعة الحوثي كيف سيتأثر هذا الأمر بالتصنيف الأخير الأمريكي وما خطورة أن واشنغتون يبدو للمرة الثانية لا تشرك المنطقة في قراراتها تجاه الحوثي الحقيقة طبعا هذه سمة من سمات الإدارات الأمريكية ليس فقط الإدارة الديمقراطية ولكن إذا عدنا إلى الخلف إلى غزو العراق أيام الإدارة الجمهورية جورج بوش الأبن عندما لم تستمع تلك الإدارة إلى نصائح الأصدقاء في المنطقة وقامت بغزو العراق في ذلك الوقت رغم تحذيرات الإصدقاء وخلطة الأوراق ومنذ ذلك الوقت والمنطقة تدفع ثمن تلك المغامرة وأيضا بعد انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ من أفغانستان والغير هذا وضع كثير من التساؤلات لدى الأصدقاء على مدى ثقة هؤلاء الأصدقاء بالإدارة الأمريكية اليوم طبعا هذا القرار وهذه السياسة التي تتبعها إدارة بايدن هي تخلط الأوراق هل هدف خلط الأوراق هو محاولة منها لصرف الأنظار عما يجري في غزة أو في المنطقة أو أنه يؤكد عدم وجود استراتيجية واضحة للإدارة الأمريكية الحالية تجاه الشرق الأوسط نحن نعرف عندما بدأت الإدارة الأمريكية وقبلها إدارة ترامب كانت استراتيجية الولايات المتحدة هو التوجه الانسحاب من الشرق الأوسط والتوجه إلى مواجهة الصين وروسيا في ذلك الوقت لذلك عندما حصل ما حصل في المنطقة وجدت الإدارة أنها أمام عدم وجود أي استراتيجية لديها في الشرق الأوسط وكأنها تقوم بحركات تكتيكية تجاه ما يحصل ولكن اسمح لي دكتور لعنزي حتى اللحظة دول المنطقة ليست جزءا من التحالف العسكري حارس الازدهار وليست جزءا من عمليات الرضع الأمريكية التي تحدث للحوثي جنوب البحر الأحمر دول المنطقة رفضت الدخول في هذا التحالف الدولي في البحر الأحمر لأن دول المنطقة منذ البداية كان لديها شكوك في هذا التحالف لأنها لم تستشر أولا فيما يجري في الشرق الأوسط وأيضا دول المنطقة هي المسؤولة عن الدول المشاطئة على البحر الأحمر هي المسؤولة عن أمن البحر الأحمر وعندما كانت في السابق تنادي تحالف أو تنادي بجعل هذا الممر ممر آمن لم تكن الولايات المتحدة مستجيبة بالشكل المطلوب لما جرى في ذلك الوقت من استهداف للملاحة الدولية وكانت المملكة هي من كانت تقوم بتأمين الملاحة الدولية ودعت إلى تأمين الملاحة الدولية من خلال التنسيق مع الدول المشاطعة اليوم الإدارة الأمريكية من خلال هذا التحالف الذي أطلقت عليه الإسم الذي ذكرته حارس ازدهار كأنها هي تتخذ القرار وتقوم بالتنفيذ نعم حالة الازدهار أو ما يسمونه دول المنطقة أبدت موقفها تجاه هذا التحالف ودول المنطقة مؤيدة للاستقرار والأمن والاستقرار مرور الطاقة والاستقرار العالمي دول المنطقة هي أولى بما يجري في المنطقة وهي أولى بالحلول التي تتم في المنطقة ولذلك أعود وأؤكد إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكسب ثقة دول المنطقة عليها أن تنخرط في حل المشاكل الرئيسية في المنطقة التي تعتبر هذه المشاكل هي إنعكاس للمشكلة الرئيسية وهي القضية الفلسطينية ولو أنا ضيفي سيد منصور قال لو لم تكن حرب غزة لوجد الحوثي ربما أسباب أخرى لاستهداف الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر سأعود إليك لهذه النقطة ولكن سيد منصور ذات النقطة الآن توجد تقاطعات إقليمية كبرى في الملف اليمني في التعامل حتى مع الحوثيين بالتالي هل سيتأثر هذا القرار بهذه التقاطعات أم العكس صحيح؟ والله نتمنى أن هذا القرار يمهد لحملة من نوع ما طبعا أساسها هم اليمنيين اللي واقفين ضد الحوثي لاسترجاع ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة بكلها من سحبها من تحت أدوات إيران لأنه أثبت كل هذا الوقت اللي مر أثبت أنه هذوم الجماعة يعني ممكن يودوا البلد واليمن في وضع صعب يعني بالله يخلينا نخفف اللهجة لليمنين اليمنيين اللي النسبة الأكبر منهم مطحونين في أزمة إنسانية بالغة جدا ولكن بحاجة لمساعدة يعني صح نحن نتعاطف مع الفلسطينيين في غزة في الأراضي الفلسطينية لكن وضع اليمنيين سيء جدا ففي الأهم بعدين المهم الحوثي لا يهتم بالشعب اليمني ولا يستطيع أن يتعامل حتى مع كارثة طبيعية من الدرجة العاشرة آخر هم ولكن الوضع هكذا الأمور فنتمنى خلي الواحد يكون أكثر عملية تقاطعات وهذه العبارات يمكن لكن دول المنطقة اسمح لي سيد منصور ليست جزء مما تقوم به واشنغتون الآن من عمليات جه الحوثي جنوب البحر الأحمر لم تكن جزءا من حارس الازدهار والآن لم تشرك حتى في هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة بسبب يعني نتمنى من الإدارة الأمريكية يعني ما عارف أنه بايدن هيقدم على خطوات أكبر من ما أقدم عليه الآن أم أنه بعد الانتخابات الأمريكية القادمة سيتم القيام بشيء ولكن المفتاح هنا المفتاح الرئيسي هنا لابد من التحرك على الأرض حتى هذه الضربات الأمريكية البريطانية الضيف من أمريكا قال بأنه طبعا حسب جهات رسمية أمريكية أضعفت 30% من قدرات الحوثيين حتى هذه نحن ما أننا متأكدين منها حد متأكد من هذا الكلام هذا تقدير يعني وبكرة ممكن نطلعه لك يعني ببلاوة أخرى الفكرة ما لم يتم التحرك على الأرض المقاتلين موجودين الحكومة الشرعية ما زالت عندها قدرة على التحرك مجلس القيادة الرئاسي لابد من تفعيل كل هذه الأمور ولكن الشرعية ألم تكن تنتظر الدخول في اتفاق سياسي مع الحوثي لوقف إطلاق النار وإطلاق مسارات سياسية؟ رد الحوثي أفعاله في المياه الدولية أثبتت أنه ما ستضبط مع الحوثيين لا سلام ولا أي كلام من هذا الشيء التحرك اليمنيين الذين يقفون الكارهين الحوثي يريدوا تحرك على الأرض لابد أنه يكون هناك شيء فعال الضربات التأديبية هذه ما ستوصل لشيء وأصبح معروف يعني يعني حاول هذه النقطة التي تقول أنها لن توصل لشيء حقيقة سيد تابلربي نظرة سريعة إلى الإجراءين الأمريكيين من إدارة ترامب وإدارة بايدن كان قرار إدارة ترامب يعني الملاحقة الجنائية لكل من يقدم دعما ماديا الحوثي حظر السفر ومنع إصدار تأشيرات أمريكية وغيرها من الإجراءات القاسية الآن هذا القرار من إدارة بايدن يعني تجميد الأصول نعم ولكن لا يعني الملاحقة الجنائية ويمكن رفعهم كذلك من هذه القائمة حال توقفت التصرفات الحوثية بالتالي هذا القرار المخفف من إدارة بايدن تجاه الحوثي هل سيكون له أي انعكاسات على الملاحة في البحر الأحمر على تصرفات الحوثي في البحر الأحمر قبل كل شيء وضع العقوبات وتصديف الحوثيين مرة أخرى طبعا إنه قرار قضائي كبير وهناك تداعيات أخرى له طبعا هذا يعيد ما كان في السابق ولكن إدارة بايدن وإدارة ترامب لديهم نهجان مختلفان فإدارة ترامب شددت على جرائم الحوثيين وإدارة بايدن قد بدأت من طريق مختلف ولكن أعتقد بأنه سيكون هناك تصعيد مع الحوثيين حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن ويمكن أن نصل إلى نفس المكان الذي كنا فيه أوقات ترامب أي بإجراءات قاسية لكبح جماح الحوثيين طيب سيد تابلر القول من إدارة بايدن أن الحوثي حال تغييره لسلوكه في البحر الأحمر من الممكن أن يرفع من هذه القائمة هذه الإشارة هي تخفيف من العقوبات رسالة لمن؟ رسالة للحوثي أم أنها رسالة لطهران؟ أعتقد أنها للحوثيين ولكنها أيضا في نهاية المطاف الحوثيون طبعا يريدون أن تكون لهم حرية المناورة والإيرانيون يحصلون على كمية ما من سلطة الحوثيين ولكن أظن بأنهم طبعا مترابطون مع طهران أظن أن الرسالة نعم للحوثيين وليست لطهران شكرا